بدور كبير والصفارة الألمانية اللي كانت طبعا محريسة جدا على التنظيم بالشراكة مع النادي الآلي وكان نجوم مصر المتواجدين كابتن هاني رمزي كابتن هشام حنفي كابتن أحمد حسن كابتن محمد عمارة كابتن ياسر ريان كابتن ياسر ردوان وتواجدي معهم في الفريق واحنا بنتكلم يعني حاجة كان يعني انهائي رائع كنا يعني مجموعة من اللاعبين الناحة التانية من أفضل اللاعبين في الصفارات أو الهيئات الدبلوماسية مجموعة كده كانت جميلة لكن في الحقيقة كان يوم رائع واحتفالية رائع بحضور طبعا بعض من أعضاء مجلس الدارة والسيد محمد جرحي والسيد محمد سراج يعني طبعا المهندس خالد مرتاجي يعني حاجة كانت جميلة جدا دائما النادي الآلي سبق في كل شيء سبق في حتة الفكرة حتى أنك تجمع الهيئات الدبلوماسية اللي موجودة على أرض مصر حتى التقارب والشعوب وأن الرياضة وكرة القدم والمؤسسة الرياضية اللي اسمها الأهل الكبيرة دي فيها صيخة كبيرة الهيئات الدبلوماسية عندها صيخة كبيرة بهذا الكيان العظيم عشان يبتدوا ويتجمعوا ويعملوا هذا الحفل الرياضي والدورة الرياضية اللي متواجدة فيه على أراضي الشيخ زايد أو مقر الشيخ زايد بالنادي الأهلي حاجة مميزة جدا مهندس خالد مرتاجي سيد محمد سراج يعني أيضا محمد الجرحي مجموعة أعضاء مجلس الدارة طبعا سفير ألماني لوي معاني سفير لوي طبعا مستشار أيضا سفير ألماني الشام مرزوق مجموعة من الحضور كانوا متواجدين سفير أسباكستاني كان متواجد أيضا كل الهيئات الدبلوماسية كانت موجودة يعني شيء رائع وكان جميل والأهم من مجموعة الأهلي أو النجوم الأهلي الأولد ستارز كسبوا هذا هذا اللي قام بعد ماتش صعب الصراحة كان فيه تقدم للفريق أو المجموعة التانية مجموعة منتخب الدبلوماسيين لكن دائما النادي الأهلي صباق دائما النادي الأهلي عمره ما بيقبل بالخسارة عشان كده زي ما بقول لكم تجربة أو درس فريق أو مباراة زمانك إن شاء الله هنعوضوا من خلال البطولات القادمة والمباريات القادمة ده كان يمكن بالنسبة لأمس وختام رائع لبطولة الأهلي الدبلوماسية ما ننساش طبعا كل اللي شاركه فيه التنظيم العميد محمد نورجان كل اللي شاركه طبعا الشركة الرعية كل اللي شاركه فيه هذا التنظيم نتمنى التواصل باستمرار في هذه الجزئية كان جميل جدا جميع الجنسيات كانوا متواجدين في أهلي الشيخ زي ما بقول لحضراتكم لكن خلينا بقى نروح لمباراة الأهلي والأسيوتي ومباراة مهمة في دور التمانية لكأس مصر بطولة كأس مصر هذا الموسم إن شاء الله نحقق هذه البطولة والنبقى السنائية هذا الموسم إن شاء الله من خلال طبعا بطولة كأس مصر بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معايا كابات المصر كابتن شريف عبد المنعم وكابتن فوز سكوتي وتحليل قبل اللقاء وليلة المباراة دائما بيبقى فيها كواليس كتير من خلال طبعا ذكراتهم وفكرهم عن القادم بالنسبة للنادي الأهلي خلينا نروح لفاصل وأستقبلهم طبعا في دينستوديو